موسيقى السلام عليكم يشبهون الحاكم الشرقي بالمرحاضة الشرقي ويشبهون الحكام في الغرب بالمرحاضة الغربي في المرحاضة الشرقي عندما تتخلص منها يجب أن تفلش الأرضية بأكملها حتى تتخلص منها أما المرحاضة الغربي فيكفي أنه برغيا ترفعها فينتهي كل شيء تبدأ ببساطة لا المرحاضة الشرقي يجب أن تهجم البيت كلها حتى تتخلص منها لذلك يعني شوف أحد سبب تأخر العرب والمسلمين عن بقية الدول العالمية في أوروبا وغيرها وأمريكا هو الحكام سبب رئيسي هؤلاء الحكام يأما الله يدخل شخصيا ويأخذ روحهم مثل ما أخذ روح جمال عبد الناصر أو مثلا انقلاب مثل ما انقلاب الحدث على بورقيبة وغيره والنوميري أو ثورة شعبية مثل الثورة اللي حثت في مصر على مبارك أو في السودان أو أمريكا ستدخل شخصيا أيضا مثل ما حدث على الصدام حسين الحقيقة يعني شوف مثلا ديفيد كاميرون ومعمر القذافي ديفيد كاميرون رئيس الوزراء بريطاني تولى الراست الوزراء أربع سنوات ومعمر القذافي أربعين سنة عندما أراد الشعب الليبي أن يتخلص من معمر القذافي يحتاج إلى أن تنهار الدولة بأكملها وحرب أهلية لا زالت الحد الآن ما منتهي أما عندما الشعب البريطاني ما اقتنع بخطة أو بسياسة ديفيد كاميرون اضطر كاميرون إلى الاستقالة ولم تشوالاته تشوالاته كل معامية عراقية معناه أغراضه لم أغراضه كما شفناه بالتلفاز أمام العالم بأكمله وضعهن من مكتبه بالسيارة وذهب إلى بيته اقتلاع القذافي واستقالة كاميرون ليس لهم علاقة لا بالله ولا بالدين ولا بأي شي آخر عندما حمل كاميرون أغراضه وترك الحكومة لم يأمره دينه بذلك وصل للسلطة بالقانون وغاتر بالقانون بكل بساطة القذافي وصل بالقوة وغاتر بالقوة وكذلك كل الزعماء العرب لذلك في العالم العربي الشعوب من تختار حكامها مفروضين عليهم فرد ولا عندنا مؤسسات تعليمية ممكن أن نحصل منها على معارف عصرية من شأنها أن ترتقي بالاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات وغيرها أبدا لا يوجد أي استيعاب للشباب بشكل عام والخريجين بشكل خاص ودمجهم في سوق العمل والحياة يتخرجون من الكلية مصيرهم بالقهاوي أو حماميل لا يوجد أي تصدي للمطارب الاجتماعية لمختلف شراحة المجتمع فقط بالنسبة للدول الخريجية دول البترولية تقوم على الاقتصاد الريعي حالها يعني العراق أيضا نفسي شيء اقتصاد ريعي نفط يبيعوه يأخذون فلوسة فهناك من يلقي باللوم على الاستعمار أو غيرها الاستعمار ليس له علاقة دول مثل السودان والجزار وغيرها تحررت من الاستعمار قبل 50 سنة دول مثل العراق ومصر قبل تقريبا 90 سنة تحررت من الاستعمار وين ماذا عملتم أين هي خدماتكم أين التطور أين التقدم ف أسباب كثيرة يشوقوها كثيرة من الشعوب العربية وليس الحكام بسبب الثقافة اللي يتلقوها أنه حقد الغرب علينا العرب والصهيونية والكوكب بيأكمن بتآمر عليكم لا هناك أسباب كثيرة وهي هاي حلقة اليوم كتاب الحضارة كيف هيمنت حضارة الغرب على الشرق والغرب للمؤرخ للمؤرخ الكاتب نيل أو نيال فريكسون بريطاني يطرح لك بالبداية السؤال يقول لماذا تمكنت حفنة من الدول الصغيرة الواقعة عدة طرف الغربي من أوراسيا كتلة أوروب وآسيا بدءا من عام 1500 من السيطرة على كل أنحاء العالم يسأل الحضارة الغربية اللي نشأت بأوروبا الغربية في العالم الغربي هي نتاج عصر النهضة وعصر الإصلاح هي حضارة عصر الأنوار عصر العقل الثورة الصناعية وثورة العلمية اللي انتشرت لك في كل دول العالم في أقصى مكان بالأرض تجد هناك أثر للحضارة الغربية الكاتب يضع ستة أسباب لبروز الحضارة الغربية وليس كمان ندعي نحن الصهيونية والاستعمار وسقوا حضارتنا طيب ما هو وسقوا حضارتك ما هي موجودة حضارتك لماذا لم تستفيد منها المهم هاي الأسباب الستة اللي يضعها الكاتب من ضمنها المنافسة العلم الملكية الخاصة الطب المجتمع الاستهلاكي أخلاقيات العمل ست أسباب تاريخية هي اللي رفعت الحضارة الغربية مو لأنه استعمارك ونهبه ثرواتك وغيرها هي صحيح أحدث هذا الشي لكن مو هذا السبب هذا رح نشوفه حاصل تحصيل في الحقبة الاستعمارية لكن هما ما اتطبروا وصعدوا ووصلوا هالقمة بسبب سرقوا علومك أو سرقوا ثرواتك لا هذا حاصل تحصيل مثل ما رح نشوفه إذلك ألحقت الحضارة الغربية في أوروبة الغربية الهزيمة بإمباراتوريات الشرق بأكملها وتفوقت عليها وتحولت لك من ممالك مختلفة طواف عروب أهلية تعاني من الأوبع والفقر والجهل أصبحت تهيمن على العالم بأكمله بما فيه حضارات الشرق حدث ذلك منذ وقت تقريبا 500 عام من قلبة الموازين بأكملها إذن السؤال هو كيف تمكن الغرب من تحقيق هذه العناصر أو يسميه كاتب الاستراتيجيات القاتلة يسميه ستة يسأل ما البنية السياسية التي اتبعتها تلك البلدان في تطور هذا التطور كيف تفوقت التجارة الهولندية مثلا على إمبراطورية الصين العظيمة كيف تم تحدي الإمبريالية في الهند وجامايكو وجنوب أفريقيا الكاتب طبعا كاتب عقلاني مؤرخ يرفض لك نظرية الهيمنة الإمبريالية على العالم غير الغربي ونهب ثرواته ووضعها في خدمة العالم الغربي وبالتالي هي هاي سبب تفوق الحضارة الغربية لا لذلك هاي النظرية رائعة مجتمعاتنا اللي تؤمن ب نظرية المؤامرة وأن الكوكوب كله يتأمر علينا فالسؤال كيف فعل الغرب كيف استطاع أن ينهض يجيب أنه الغرب طور أساليب علمية حيوية جديدة للسلوك بسبب تلك العناصر الستة اللي يسميها تطبيقات القاتلة يركز فيركشن على تلك العناصر الستة ويرى أنها كانت في الأصل هي السبب في نهوض الحضارة الغربية وسيطرتها على كل دول العالم العنصر الأول هو المنافسة لنرى ما علاقة المنافسة بتطور الحضارة الغربية نحن نعرف النظام الاقتصادي والسياسي اللي تم احتماده في الغرب منذ خمس قوم تقريبا قام على الحرية والليبرالية كما تكلمت بحلقتين أو ثلاثة سابقات والحرية السياسية والاقتصادية اللي بدوها من أمه المرقنتيليين هؤلاء التجار اللي كانوا يقومون بأعمال تجارية متوسطة مطلع القرن السادس عشر بعدها سوف تتطور وسوف يعطيها الفيلسوف الاتصادي آدم سميث في كتاب ثروة الأمم بعد نظري من خلال شعاره تذكروا دعه يعمل دعه يمر مهدت لك هاي المنافسة إلى تكوين أنظمة سياسية تعتمد اللامركزية من هاي اللامركزية سوف نصل إلى تكوين دولة قومية تكسر لك كل القيود السياسية اللي كانت تقمع التبادل التجاري العر هذا أول سبب اللي هي المنافسة الاقتصادية العصر الثاني العلوم العلوم اللي انطقت لك من دراسة للطبيعة أو دراسة للطبيعة بالاستناد على ماذا على الدين على الخرافات لا على طريقة مختلفة في فهم هذا العالم الطبيعي لذلك كرأس لك الغرب في وقتها جهود جدا ضخمة وكبيرة في التطور أو التطوير العلمي وتوظيف هذا العلم في الاختراعات ذات الوظائف المتعددة في بناء مصانع في بناء مؤسسات حديثة شكلت لك منعطف في تاريخ أوروبا الحديثة بما جعلها متفوقة في صناعاتها على سار دول عالم ومكنها على أثرها أن تغزو العالم عن طريق الاقتصاد هذا ترافق مع من؟ ترافق مع توظيف هذه الثورة في العلوم في تطوير القوى العسكرية اللي راح تحتر لك فيما بعد لاحظ إذن العلوم هي السبب وليس الاستعمار عن طريق قامت ترسانة عسكرية قوية ساهمت لك بالسيطرة العسكرية على كل مناطق العالم صار عندنا المنافسة والعلوم العنصة الثالث حقوق الملكية بمعنى بمعنى أن حكم القانون اللي راح تشكل لك هو الوسيلة لحماية الحقوق الشخصية حماية الحقوق الشخصية هذا جدا مهم يحميها منين من التعديات على المواطنين الحد من تحكم قوة خارجة عن الدولة عشائر قطاع غيرها نبلاء على حياة الإنسان الغربي بهالحالة كيف يحموه عن طريق قوانين هاي القوانين اللي هي روح القوانين وغيرها المونتسكو قبله راح تحميلك هذا المواطن اللي ينبثق عنها ماذا سوف ينبثق عن هذه النبلكية نظام ديمقراطي يتأسس في الدولة الحديثة خصوصا مسألة حل النزاعات بقتها بالبداية بدأ كحل نزاعات بين المختلفين بطرق السلمية وأيضا إقامة تسويات بين مختلف مكونات الشعب هذه النظرية سوف تهيمن لاحقا فيما بعد على كل الفكر الأوربي في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وسوف تشكل الأساس الذي سوف تقوم عليه السلطات أربعة سالة لدينا العرف وثلاثة العنصر الرابع ما هو الطب تمكنت الحضارة الغربية بسبب التطور العلمي من تقديم اكتشافات هائلة على مستوى الطب على الصعيد الطبي كان الهدور كبير في إطارة عمر الإنسان لأن كانت الأوبئة تفتك في أوروبا فتك الطعون الأسود تقريبا قضى على ثلث سكان أوروبا هذا الطب استطاع أن يطل عمر الإنسان في أوروبا وأيضا تم توظيف هذا الطب الحديث في تحسين مستوى حياة البشر سواء في مجتمعاتهم الغربية في أوروبا نفسها أو حتى المستعمارات التي انتقلوا لها نتيجة هذا التطور الهائل في المجال الطبي العنصر الخامس هو المجتمع الاستهلاكي سوكو يصبح مجتمع جديد يختلف عن جميع المجتمعات السابقة اللي هم مجتمع استهلاكي بمعنى أنه نمط حياة مادية سائدة جديدة السبب أنه الاكتشافات العلمية تطور الزراعة نمو الزراعة تطور الصناعة تطور التجارة كلها راح تأدي إلى تطور واسع في نمط عيش حياة الفرد الأوروبي سوف تتوفر ثروة جدا كبيرة أو مال كبيرة جدا على شرائح واسعة من المجتمع الأوروبي لم تشهدها من قبل هذا على ماذا سينعكس هذا سوف ينعكس على طبيعة الاستهلاك المواطن الأوروبي سوف يقوم باستهلاك ملابس جديدة مختلفة مآكل مشارب وسائل له دراسة بيأكملها هذا سوف يؤدي إلى ماذا سوف يؤدي إلى تسريع الدورة الاقتصادية وسوف يؤدي إلى زيادة الثروات هاي خمسة سادسا العنصر السادس في تطور وتفوق الغرب على كل دول العالم على الشرق والغلب ما هو أخلاقيات العمل اللي احنا ما نحترمها لحد الآن أخلاقيات العمل العمل وصل في أوروبا إلى مرحلة أصبح مقدس تذكرون حلقتها أو ثلاثة تكلمت به عن البروتستانتية المذهب المسيحي البروتستانتي اللي يرفع لك مستوى العمل إلى التقديس كيف تعرف أن الله راضي عنك تذكرها تعرف أن الله راضي عنك عندما تكون عملك جيد وأموال تحصل من عنده فإذن أنت الله راضي الله راضي عنك لذلك أصبح العمل هو مقياس للأخلاق أوكي اللي راح يشر أنه العمل صار تتويج لكل هذه عناصر الخمسة اللي ذكرناها فمن دون تقديس العمل كان من المستحيل تحقيق حتى تلك الإنجازات الخمسة السابقة اللي راح يصير أنه بعد حتى هذه هؤلاء الستهنة الأساسيات راح تتابع العلوم والإكتشافات اللي حددها فرقسون وبدأت مرحلة اكتشافات بالبداية طبعا الهدور الطباعة الهدور جدا كبير النشر نشر العلوم الصحف بأكملها أصبحت بتوافر كروستوفر مارلو اللي بالأدب كتب لك فاوست اللي توماس هوك اللي على مستوى الفيزياء بداي ينشر لك قوانين فيزيائية نيوتن وقبله فلاسفة كانت وديكارت بأكملهم هاي بأكملها سوف تضيف إلى المعرفة الأمر الكثير أيضا اكتشاف مثلا المناظير المراصل الاختلاعات الأخرى الكبيرة مثلا الأسلحة أيضا رح تتطور بأكملها سوف تكون هناك معارف علمية بالضبط في المجال العسكري سوف تجعل حتى بوقتها دولة بروسيا اللي هي ألمانيا تقريبا الآن أكبر هي من ألمانيا دولة بروسيا تتوسع مقابل انكماش الدولة العثمانية في وقتها عن طريق ماذا كلها بالعلم بالعقل بالمنطق كل هالأسباب جعلت أوروبا تتقدم وتصعد في جميع الأصعد من المستوى إذن اللي رح يصير أنه العلم والحكومة بالغرب رح يدخلون في شراكة من أجل منافع ثنين وخصوصا في عهد فريدريك الكبير اللي هو امبراطور بروسيا اللي كان صديق وولتيار وإيضا كان الحامي يعني القواعد العلمية هي الأسس التي انطلق منها الغرب باتجاه تطوير الحضارة وليس الاستعمار أو سلقة علوم أو ما عرف ماذا هاي الأسباب الستة هي رئيسية بالوقت اللي نفسه كانت الامبراطورية العثمانية تحكم بوفق الشريعة الإسلامية مفس الوقت بدأت أوروبا يتبعون قواعد العقل والمنطق والتجربة تاريخ العثماني كان بقت حافل بالانتصارات في معارك يعني استطاع أن يصل إلى قريب النمسة لكن مع ذلك أصبح بعد فترة من زمن غير قدر على معرفة تطور المعرفة عبر الزمن بقى ثابت لأن عقدة التفوق المزمنة اللي كانت صعبة كانت عقبة أخرى أمام تلك الإصلاحات للدولة العثمانية على سبيل المثال دولة العثمانية تكلم عنها الكاتب كانت تملك نقاط قوة عديدة بإمكانها كانت تستمر بالصعود ولا تختلف بل تسبق الحضارة الغربية نقاط القوة التي كانت عندها ثروات لا تعد ولا تحصى موارد هائلة مساحات شاسعة دول وآقالين بأكملها تابعة لها مستوى عالي من الخبرة والتدريب عندهم تفوق عسكري وعندهم خبرة بالمعارك العسكرية الرسخة انتصارات سابقة ليس لها المثيل عندهم استعداد لتحمل مشاق وصعوبات عندهم روح الانظباط والنظام بقتها بنفس الوقت أوروبا كانت تعاني من الحطات كانت أوروبا تعاني من عادات مترفة تعاني من إزمات تعاني من حروب أهلية حروب طعفية نفسية عسكرية تميل للتمرد صراعات أنانية الأكثر والأقل انغماس غادة وملوك وسياسيين بالمجون والملاذات لذلك يسأل فركسون كيف تخلف العالم الإسلامي عن الغرب في ميدان العلوم يعني يقول حتى لو نعود قبل أكثر من ثلاثة قرون إلى الوراء سوف نجد أنه الإمبراطورية العثمانية التي هي أكبر إمبراطورية إسلامية في وقتها كانت على أبواب فيينة بالنفس سنة 1529 وفيما بعد سنة 1683 مرتديا كانت تهدد مداخل فيينة لذلك يسأل يسأل هذا الكاتب هل يتعود العدو الانتصار فعلا أم أنه فساد انظباط الأخلاق الموجود بأربع هو أحد الانتصارات في الصراعات وقتها بين طرفين من خلال هذه المقارنة سوف يرجع هذا الباحث المؤرخ أسباب التفاوت المذكور إلى سبب أو سببين من ضمنها العوامل الستة ومن ضمنها سبب يقول يتعلق أيضا بالمناخ لأن المناخ والجغرافية أيضا الهندور يعلي ذلك بأن آسيا ما تمتلك مناطق معتدلة كما موجودة في أوروبا على سبيل المثال يعني أما مناطق شديدة البرودة أو مناطق شديدة الحرارة جدا كذلك أيضا في آسيا والشرق بشكل عام هذه البلدان يأما توجد بها بلدان قوية تقف بالضد من البلدان الضعيفة أو سكان محاربون شجعون نشطاء يستقون على الضعفة والكسالة وغيرهم بالعكس من عندها في أوروبا كانت دول القوية في أوروبا ما تواجه دول ضعيفة تواجه دول قوية مثلها وكانت الدول الضعيفة تتحد مع أدوال ضعيفة أخرى والثاني هو مثل مذكرنا التطورات العديدة اللي حصلت واللي وصل إلى العقل الأوروبي التعمق في العلوم الروح البحث الاستكشافات العلمية التقدم في الطيب بدو التحسينات تحصل جدا مهمة على مستوى الصحة تطور البحث الفكري الطرق العلمية أيضا التطورات بحوث بأكملها سوف تبدأ تنتشر حربي عسكري استعماري بقتها بكل هذا بسبب العلوم بسبب المجهود الحربي بالأساس هي العقلانية اللي بدأت تحكم في كل مؤسسات الدولة يستنتج فركسن من ذلك أن الصعود العالم الإسلامي يحتاج إلى جهد علمي كبير بمعنى أنه إذا طبقنا هذه العناصر الستة لماذا لا نصعد بدل أن نبكي على الأطلال يتحدث عن سوء معاملة الغرب أيضا لبقية دول العالم في الفترة الأمبريالية الاستعمارية غزو ونهب في أمريكا وغيرها في القرن السادس عشر على سبيل المثال يتحدث عن دوليات التطهير الألمانية التي قامت بها محظوظ سكان نامب هذه الدولة تقريبا إبادات جماعية سنة 1904 مع ذلك ينتقد لك حتى المهات مع غاندي لأن غاندي كان يرفض للحضارة الغربية ففيركسون من ينقذ غاندي ما ينقذ غاندي لأنه هو مواطن أوروبي أمبريالي أو غيرها لا ينقذ لأنه غاندي كان معادي على سبيل المثال للطب العصري والذي أنقذ لك حياة الملايين في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وأسيا من ضمنها الهند لذلك هاي التطبيقات الستة هي أشياء مو مستحيلة هاي التطبيقات الستة أمم سبقتنا إلى تطبيقها وبالتالي نتائجها أثمرت أنت ترجع لي للصحاحات الستة وما عرف لما ترجع لي هاي ما راح تنتج لك أي علوم هاي التطبيقات الستة إذا تمكنوا العرب من أعادة تفعيلها أعادة تطبيقها من المؤكد أيضا سوف يصبحون لا ربما بمستوى أربعة وأكثر لذلك يعني العرب مصيبتهم هم أكبر أمة تعادي العلم حاليا شعوب وحكام ومؤسسات تعادي العلم نظرية التطور أنا شخصيا يعني كتبت عنها كم مرة يعني شتام اللي شعلوا سلفة سلفاي وكأنهم وهم ما يعرفون يعني ما حد واصل للغلاف ما الكتاب باصل الأنواع ومع ذلك عدهم كراهية جدا شديدة من مجموع دول العالم بيأكملها الدول اللي ترفض نظرية التطور أفغانستان العراق الصومال مصر هاي الدول التعبانة سوريا الأردن اليمن جزائر الدول الخارجة عن الحضارة وتركيا أيضا راح تطلقها على سبيل المثال لاحظ يعني يعني العرب مصيبة الغالبية العظمى من العرب عندما تطلع على التواصل الاجتماعي بين فترة وغراها تشوف كلهم يكذبون صعود أمريكا للقمر سنة 1969 بنفس الوقت يقولون أمريكا من صعدة القمر شافهم شقاق القمر وهذا دليل على أنه صحة الإسلام وصحة القرآن هي واحدة من الثين لو صعدة ولو ما صعدة وللقمر يعني يجمعون لك الحار والبارد المهم انتهت هاي الحلقة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر